السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم شوات حبيبا الغاوي كنت تمنى تكونوا بخيروا على خير البنات اليوم ان شاء الله سوف يشارك معكم هذه البسبوسة من الماندارين صراحة روعة 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 بزاف يعني اكيد اللي جربتوها ستشكروني عليها بما تحتاجوش انكم تسقيوها تجيب حل الكيكا و تجيب رطبة بزاف في نفس الوقت يعني مخدومة باسمي دارة بزاف ديال البنات ركيتشكو من الكيكا او للبسبوسة ديال السميدة كتجي همنا شفاب لما يسقيوها صراحة هدي الطب ديال الطب فقط البنات تابع معي الفيديو وما تنسوش انكم تضغطو على زر الاعجاب باش يزيد يكبر هاد الفيديو هادا توصل فائدة يعني الاكبر عدد من الناس هنا البنات كيف تشفت معي البسبوسة او للكيكا ديالي كيفاش كتجي كتجي صراحة روعة روعة ما تحتاجوش انكم تسقيوها يعني بكمية قليلة من المكونات غادي تحضرو هاد لبسبوسة هادي اللي كتجي بحلقة يعني شفتوها معي را قدام عينيكم كتجي رطبة وكتجي شيشة وبنينة بزاف فيها واحد نسمة رائع رائع بزاف فقط تابع معي الفيديو حتى الاخير باش نتعرفو على المقادير والطريقة ديالتحضير باسمي لالبنات هنا اخديت الخلط الكهربائي وكانكم تطربوا هاد المكونات هادو بالخلط يعني اللي كنتطربوا به غادي نضيف جوج بيضات مع رشيشة ديال الملح وغادي نزيد جوج ديال اكيس ديال الفاني ارامو ممكن لبنات انكم تستغنوا على هاد الفاني وتديروا فقط القشرة ديال الحاماض او اللي ديال الماندارين كان فضل ديال الماندارين او الليمون اه هنا يدرت الكاس ديال السكر بالنسبة لعبارة لبنات هادو الكؤوس ديال الشاي اللي كنتشربو فيه متين يعني متوسطين اه درت كاس ديال الحليب مع كاس اللاروب ديال العاصر الماندارين اللي مو كوينة البنات را غادي نكتبها لكم في صندوق الوصف اه هنا يا غادي نخلط كل شي مزيان حتى كاي يعني كاي رغويل يا ذاك الخاليس شفتوا معايا فاش كان تطربو يعني كان خلطو مزيان عاد باش غادي نضيف نص كاس ديال الزيت اه نفس الكاس اللي عبرت به ديال اتي هو اللي كان عبر به ديال المكوينات هنا يدرت كاس ديال اه العنباء ديال السميدة ما يعادي جوج كيسا من ذاك الكاس اللي استعملنا جوج ديال الكؤوس يعني الكاس اللي عبرته به هو اللي غادي تعبرو به جميع المكوينات وغادي نزيد في الاخير من اللي كان تطرب السميدة مع المكوينات كل عاد باش غادي نضيف واحد جوج خمارات حمرين وغادي يكون عندي واحد السر هنية البناترا باقي ما ضفتوش اللي هو حتى كان خلطو هاد المكوينات مزيان را الخاليطة البناترا كايبان لكم جاري ما تخافوش منو غادي نضيف الاخير هاد المعلقة ديال الفورس هي اللي كتزيد كتطري لنا ديك السميدة وكتجمعها وكتجي طالعها وفي نفس الوقت كتخليها مهوية من داخل ما تضيفوها حتى كتضيفو الخميرة واضيفو السميدة ديالكم صافي غادي نخلط الكل جيدا شفتوا معي الخاليطة البناترا خفيفو بزاف ما تخافوش من نورة السميدة كتشرب السوائيل صافي ناخذي تلمول دياليد هنتو بالزبدة ورشيتو بسميدة وغادي نوضع فيه الخاليط وواحد تصير واحد اخرى البنات هو انكم تسخنوا الفران مزيان 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 وتنقصوا على العافية اللي كتكون من الفوق تكون شاعلة غيب شوية والتحت كيكون متوسط ولطيعني كتكون شوية الفوق باش هاد البسبوسة هادي ضغية كتطيل وضغية كتطلع لكم وكتجي رطبا ما كتجيش نشفا وكيشرب هاداك الفران كيكون يعني درجة الحرارة من خاف ضو كتجي كارما بالعكس البسبوسة خصا طيب في الفران يكون سخون مزيان لاني رات تخطفات لي شوية في الطياب من قصتش العافية على الفران ديال الفوق العافية للفوق صافي ديال البسبوسة ديالي راشفتوها معي رات طبا بزاف كتر من القيس من اللي خرجتها في الفران شفتوها لبنات يعني من اللي كتطيب ضغياء مرة واحدة ماكسيمو ربع ساعة كتكون بسبوسة ديالكم را طابط فقط كتشمو رحة ديالها إلا كانت محمرة كتطفية ولا من فوق كتتخلي شوية من تحت تكتزيد كتطيب انا درت افاد المول هادا را غليت شوية ومع ذلك يعني مخدتليش الوقت بزاف الفران صافي وغادي اندهنها هنا يبلع سيلة ولا المربع او لا يعني اي حاجة عندكم ما كاندهنواش باش كتر طبلينا فقط لتزين اما هي راه ارتباء بحل حريرة البنات غير جربوها على ضمانتي فقط تبعوا التعليمات اللي قلت لكم يعني في الفران را ضروري السير من الفران والسير من معلقة ديال فورس حتى هي را كنضيفوها في الاخير كنغرب الواجوش ديال مرات ولا ثلاثا عاد باش كنضيفوها صافي ديال بسبوسة ديالنا غادي نزينها ممكن انكم تزينوها باش ما عندكم بالكوكا ولا الكوك ولا اي حاجة او ممكن انكم تخليوها هكك يعني ما تحتش انكم تزينوها صافي وغادي هني غادي نرشة فقط بشوية ديال الكوك ولي متواجد عندي عندي الكوكا وعندي شوية ديال لزمة لكن ما يعني ما مقليين وما حتى حاجة فقط غادي نزين بهت شوية ديال كوك اللي متوفر عندي وغادي نقطع البسبوسة ديالي وغادي تشوفوها معي كيفاش كتجي اسمحوا لي يا ابنة ترادل لكم هالبسبوسة هذي بلا بروتوكول صافي غادي نقطع باش كتشوفوا معي شوفوا الموس صراحة كيفاش كيدخل فيها يعني ارتبار ارتباب صاف ماشي اي بسبوسة هذي رافيت يعني جربت البسبوسات وحتى انا كنت منهم جربت البسبوسة صراحة كتجيني شوية اناش فعلة هذي اما هذي اللي شاركت معاكم فهي الطب ديال الطب يعني بصدفة اكتشفت هات السيرة دي يعني ما شفتوا حتى شي بلاسة واحدة اخرى فقط يعني جربوها لبنات غادي تجيكم واعرة واعرة بسف وخانت خطفات لي في الطياب انتم ما رحطيوا راسكم منها وغادي تجيكم احسن من هذي اه كانت منها لبنات يعجبكم الفيديو ديال لهم وتشاركو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم باش رغم الفائدة وحتى انتم ما بدوركم ما تخليش علينا باعجاب وشي تعليق محفز واي استفسار انا غادي نشرح لبنات يعني اي حاجة شي وحدة كتصف لي اشي حاجة اه فضروري يعني مباشرة بعد ما كان شوف تعليق ديالها فكان جاوبها كيف ما كان يعني سواء يكون تعليق ايجابي او لا سيلبي يعني كل شي كان تقبله مدم انا نحطينا الوصفة يعني كل واحد وكيفاش كيشوفه كيني كيجرب الوصفة وما كيحترمش او لا كيسرع الفيديو او لا اهدفك كيقول لك الوصفة را خرجت لي هكا وهكا فقط تبعوا التعليمات لبنات را كان وجدوا كل شي مباشرة قدام عينيكو وكيني لبنات اللي جازيهم بخير اللي كيجربوا بزاف ديال الوصفة ديالي كيعجبوهم وكيرجعوا يعني كيشكروا ويعودو خاصة اللي كيجربوا من عندي المالح فصراحة كيشكروا بزاف بزافة كنتمنى لكم التوفيق حتى انتم ما في اي حاجة يعني كتديروها وشكرا بزاف كيكت تيقوا في الوصفة ديالنا وكنتمنوا دائما نكونوا عند حسن الضان ديالكم وشكرا بزافة لبنات على المتابعة والدعم وتشجيع اي وحدة كتشوف لنا فيديوهاتنا وكتحط لنا اعجاب وكتزيد كتدعمنا وكتشجعنا كفا كنشكرها بزاف بزاف يعني كيف مكان يعني سوى اخت او اخ او اي يعني الطب خرى ماشي ملزوم فقط على البنات وعلى السيدات يعني كل شي را كي طيب وكل شي يعني را كي استفدو حتى حنا را كنستفدو من الناس يعني حتى هو ما كنزيدو كان يعني كنستفدو يعني الانسان دائما كيكون ضروري كيحتاج انه يستفد شي من شي وهذا هي سنة الحياة وكنت من البنات يكون اعجبكم الفيديو دي اليوم ونكون خفيفة ضريفة على قلبكم وشكرا بزاف على المتابعة والى فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة